فيما يحتفي العالم بالاسبوع الدولي للعلم والسلام خرجت اليمن من دائرة التصنيف في مؤشر دافوس لجودة التعليم العالمي للعام الجاري أذلك لغياب معايير الجودة في التعليم والسمرار عبث الميليشيا بالمناهج الدراسية وتسميم المناهج بأفكار طائفية وعنصرية تدعو إلى العصبية والعنفة نقابة المعلمين اليمنيين دعت المجتمع الدولي بهذه المناسبة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمنع الهجمات ضد التعليم في اليمن وذلك عقب استهداف ميليشيا الحوثي مدرسة جنوب محافظة مارب بالصواريخ في جريمة ليست الأولى التي ترتكبها الميليشيا المدعومة من إيران في حق التعليم ويهدد تفخيخ ميليشيات الحوثي للمناهج التعليمية في مختلف صفوف الدراسية بتسميم عقول آلاف من الأطفال وظهور جيل يحمل أفكار عنصرية تدعو إلى العنف نتيجة دس أفكار عنصرية تحرض على العنف والقتل والتطرف والإرهاب وهو ما اعتبره مراقبون سببا رئيسيا لخروج اليمن من دائرة تصنيف الدافوس لجودة التعليم ويرى مراقبون السداف الميليشيا للطلاب المؤسسات التعليمية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها محاولة لنشر الجهل والتطرف والثقافة الإيرانية الدخيلة المتشددة وتتعدد أشكال الانتهاكات التي تمارسها الميليشيا الحوثية بحق المؤسسات التعليمية والأكاديميين والتربويين ما بين القتل والاعتداءات والتعذيب والاعتقالات ونهب المساعدات الإنسانية وتشجيع الطلاب على التسرب من المدارس والدفع بهم إلى جبهات القتال فضلا عن تهجير التربويين وتفجير المدارس واقتحامي ونهب المؤسسات التعليمية